اشتركوا في القناة خليل الله أثنى الله عليه كسر الأسلام بيده ومع هذا يدعو يقول واجنبني وبنيا نعبد الأسلام إذا أنت من باب أولى إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على صحابته رضو الله عليه وهم أفضل الخلق بعد أنبياء ورسوله عليه الصلاة والسلام إذا نحن من باب أولى كيف نخاف من الشيء ها من يعلم الآن أقول لكم كيف نخاف من الشيء ها قراءة الباب سبحان الله لماذا نحفظ اقرأ عليه الباب أي إنسان يسألك كيف نخاف من الشيء تقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال المؤلم باب الخلق من الشيء وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشأل صحيح؟ تسرج عليه الباب كاملا مخفوض؟ نعم أدلة وهذه ثمرة الحفظ أدلة لأن الآن لا يمكن أن أن يأتي إنسان مثلا يناظر إنسان آخر في مسألة مثلا في القبور وكذا ويقول له فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام لا السلم متى يدرس سلم الوصول بعد أن تدرس الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والواسطية حتى تربط الأدلة بعدين النظم يساحل لك المراجعة أما تبدأ بالنظم خطأ في التوحيد أقصد لكن في الأصول أبدأ بالنظم لا إشكال في النحو أبدأ بالنظم لا إشكال أما في التوحيد لا تمام إذن كيف نخاف من الشرك بقراءة الباب كيف نخاف من الشرك حذرنا الله إن الله لا يغفر وإن يشرك به خاف إبراهيم عليه الصلاة والسلام لابد نخاف نحن من باب أول خاف النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة إذن نحن من باب أول كيف نخاف من الشرك بدراسة التوحيد بدراسة الشرك حتى لا نقع فيه بالدعاء وجنوبني وبنيا نعبد الأصناق بالبراءة من الشرك وأهله